كانت الدولة السورية والشعب السوري وقفت بجانب الشعب الإنساني غزل عسكري تدور قصته بين هيئة الأركان التابعة لنظام الأسد وميليشي الحرس الثوري الإيراني فالأولى تشكر طهران على احتلالها لسوريا والثانية تتعهد بإرسال المزيد من المستشارين العسكريين لمشاركة قوات الأسد في قتل الشعب السوري رئيس الأركان التابعة للأسد العماد علي أيوب ناء لقائه بوزر الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان قال إن دمشق تدين بما سماه انتصاراتها لنظام الملالي بطهران في مشهد تبعية وانقياد تمان يتميز بهما نظام الأسد والمسؤولون فيه تجاه الروس والإيرانيين على الطرف الآخر جاء الرد عبر قائد القوة البرية في الحرس الثوري العماد محمد باكبور الذي تعهد بتعزيز التواجد العسكري الإيراني في سوريا متذرعا بالمقاومة وحماية خطها الأمامي وتقديم المشورة العسكرية لنظام الأسد إضافة إلى دعم ميليشيا فيلق القدس المسؤول عن قتل ألاف السوريين الوعود الإيرانية بتعزيز التواجد العسكري في سوريا تتزامن مع تعزيز وجود بشري يهدف في كل مآلاته وتأويلاته إلى إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة عبر استبدال السكان الأصليين بآخرين ينتمون إلى أسر المرتزقة الذين تدعمهم إيران وتدعي أنهم يحمون مراقدا تابعة لها في حين تعود نعوش القتلى إلى قم وقد قدى أصحابها نحبهم على جبهات القتال ضمن عمليات هجومية وليست دفاعية كما تزعم المرجعيات الدينية الإيرانية وفقا للتقارير الرسمية الإيرانية فإن عدد قتل ميليشيا الحرس الثوري في سوريا تجاوز الألفي عسكري فيما تشير مصادر غير رسمية إلى أن أرقام القتلى غير المعلنة تفوق الإحصائية الرسمية التي أعلنتها مؤسسة الشهيد في إيران مؤخرا إذ تكتم طهران على عدد قتلها في سوريا لتغطية فشلها العسكري ولتفادي الانتقادات الداخلية دولة احتلال بكل المقاييس والمعطيات هكذا يعتبر السوريون إيران ويعدونها شركة نظام الأسد في جرائمه كما أنها راعية للتهجير القصري والتغيير الديمغرافي انتلاقا من دوافع طائفية جندت لأجدها طهران آلاف المرتزقة وأرسلتهم برا وجوا لقتل الشعب السوري لجل السيدة زينب والله العظيم نقاتل هنا